بهدف محاربة الوطالة لدى الوساط الشبابية من خلال تكوينهم في اية مهنة من المهن تمكنهم من دخول سوق العمل فتنهى مركز التدريب وتطوير المهني بالشراكة مع الهيئة الوطنية لترقية العمل دورة تكوينية لستة وسبعين شابا وشابة في تقنية البناء والكهرباء المنزلية والنجارة المعدنية مقيمة الدورة على مرحلتين مرحلها نظرية واخرى عملية حيث مكنت الاخيرة بحسب نائب مدير العمل والتدريب المهني والتكوين اعادة تأهيل اربعة مباني من مباني هذا المركز وزيرها الوظيفة عما هو العمل والحوار للشمعي براه محمد قال ان تنظيم هذه الدورة لهولاء الشباب يتفق وسيطة الحكومة الانتقالية المتمثلة في منهي الشباب المؤهلات المطلوبة لتسمع لهم ليس فقط سأن اندماج في الحياة النشطة انما المساهمة ايضا في التنمية الاقتصادية للبلاد لذلك فقد وضع رئيس المجلس الاسقري الانتقالي الرئيس الجمهورية الفريق محمد ادريس دي بيتنو الشباب في صميم اهتماماته هذا بعد تقديم شهادات المشاركة لعينها من المشاركين فقد تجول الوزير في مباني عادة من ورش المركز التي اعيد تأهيلها غير ان جميع هذه الورش لم تجهز بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر